يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيف عشرين سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناروا بصريكي من معكم اليوم بقطع جديد من سلسلة طريق الى العالمية فبتنوا بالبداية عمكم باللايك واشتركوا بالخناة ازا ما كنتم مشتركين لسا علا من شوي فقت ما بعرفيش اول مرة هيك بنام المهم ان النمت قريبا ساعة 8 بالليل وفقت الساعة واحدة بعد 5 ساعات ما بعرف ليش المفروض ان كنت فيه بكرة وصور لكن ازا ضليت عايد الان فرح نام بنهار وما رح عاستن صور تمام فهي الفكرة بكل بساطة مشان الناس اللي رح تسألني فاليوم طبعا هاي التشكيل اللي حاليا عم بتمد عليها متل التشكيل اللي بحلقة الماضية ما فرقت شي وايضا الشركة كالعاد عم ينزل لتحديات جديدة ونزل للموسم الجديد وبصراحة موسم شايفه انه جدا جدا خرافي ففي بعض التحديات رح نساوية رح ورجيكم ياها وايضا رح نساوية وان شاء الله انه يجديني من اللاعبين ممتازين طبعا هذا هو السيزون الجديد السيزون الثالث اول شغلة بتعطيك كوينز وطبعا في زيدان اعارة بالموسم بالمهمة الخامسة في شوية باكيجات ديلف سنتي كزورلا وبات شوية اخر شي هو وبيرسيتش بيرسيتش بصراحة شايف طاقاته حلوة يمكن اني اخذه باخر الموسم لانه عندي كثير مهاجمين بالدوري الانجليزي وخمسة نجوم قدم ضعيفة فابظن انه لاعب جدا جدا خرافي كمان وبنصل الى الكزورلا متحمس له فهذا الموسم او هاي المرة الموسم عشرين مهمة متلاتين متل العادة فهي شي طبعا هاي المهم وهاي الرسولين كمان بنزلين له مهمة فايضا رح حاول اني عمله بصراحة اللاعب البطاقة العادية خرافي ما بحلك بايه البطاقة عندك سجل بلاعبيه ببندس ليغاو وشوية مهمات سهلة من الاخر فاذا بعملها فانيا رح كون يعني عندي ظهير جدا اسطوري ممكن اني نزله مكان بيني وممكن لا لسه بعرف لكن والله بداية سيزون وجدا جدا متحمس طيب متل ما انتشايفين هذا التحدي تحدي كريسماس فوت تقريبا كل يوم او كل يومين عم ينزلوا من هذا التحدي فتحدي حلو يعني مره يجب اللي لعب يمكن انفورم بعته بعشرة الاف فكان جيد ومنسلوا فيه التحديات الترقية اللي هي زائد اثمانين فممكن كمان انه نعملها ونجيب منه شوية لعبين طيب تقريبا خلصت بقلي اه اني جيب لاعب اخير والله صرفت شوية كوينز يعني كان المفروض ما اصرف لها الدرجة تمام فمحتاج لعب ايوة تاتاتاتاتاتات اوكي ممتاز ممتاز نزل خلص اوكي يا حبيب خلصنا التحدي هيك ويعتبر اه يا الله حزمة لعبين اليكترو منادر طبعا الجائزة ياه ما ما عروف شو صار اوكي ارسال خلينا نشوف الباكيج ونروح نفتح الباكيج معلي متحمس كتير لكن يلا راح نشوف شو ممكن انه يجي ان شاء الله خير بسم الله المترجم للإبناصها امرت البداية أمرت البداية حسنا ممتاز ربما weight لم 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 بل لامة Gerry تاني مره خلاص. السلام عليكم. لا إله إلا الله. والله الصوتي راح مع ده سنتحكي. ما معوحدة؟ أوكي. ما تروريكم معوحدة. عدا سعرك؟ 800 ألف يا عمري يا عمري. كان هو فوق المليون أول ما نزل بس يلا ممشكلة. والله 800 ألف حلوة يا جماعة. 800 وشي يعني. الخصص سعر إلا تقريباً بـ 810 ألف. رح بيعه. بصراحة لأنه سر رح ينزل زيادة. رحكمل بكرة لأنه حرفية. صوتي راح ومعد أحسن أحكي. خلاص بكفي هيك. أنا فئت بالليل عملت مهمتي رح أرجعنا. خلاص. رجعنا يا جماعة باليوم اللي بعده. يا الله قديشني مبسوط لحد الآن. طبعاً مباع صلاح بـ 835 ألف بعته. كان هو يعني أرخص نسخ له بـ 820 عرضته بـ 835. وقلت لحالي إذا نباع يعني بيكون شيء أسطوري. حالياً خلينا نشوف أرخص سعر له مشان أعرف يعني إذا نضحك عليه ولا لا. شاء الله ما شكل نضحك عليه صح. خلينا نحط 830 ألف هل موجود بس. واو واللا موجود إرخص من اللي أنا بعته. فهيك ما يعتبر أن أنا نضحك عليه تمام. فأنا يعتبر ببعيه بسعر حلو. فشي جداً ممتصر معي 879 ألف. يا جماعة يا الله. يا الله. شوف اللي التشكيل الشي رح اطور فيها. طيب. عنا نشوف مين بدنا نجيب أنا والله يا قنت من زمان حاطيت عيني على الصند هيك وحابب إن يجيبه. فس المشكلة وين بدي نزله إذا جيبته؟ الصند يعني لاعب خطير. لكن بنفس الوقت صعب إن لإ قيله مكان بالتشكيلة الأساسية. ويكون اخذ تناغم كامل تمام. طبعا رح جيب البطاقة اكيد اللي هي تبع السبعة وثمانين. خلينا نجرب. نشوف. وين بدنا نزله. طايفين يعني بأي مكان بدك تنزله. رح بينزل تناغم مناقصه. هو مستحيل شبك غير مع عناصر الدوري الانجليزي. فلازم نشوف. طبعا جاني اقتراحات انه جيب يوسف عطال بطاقة الكريسماس. لكن المشكلة تذكروا لما عملت تحدي كان قبل بيوم تحدي عطال. ما ظل اربعة وعشرين ساعة وشالوه. يعني المفروض والله هي التحديات يخلوه فترة على الناس شوفه. يعني انا هاته التحدي تخيل تبع ما ظل اربعة وعشرين ساعة. شفته عملته. طبعا يوسف عطال ما كنت عرفها انه يعني رح يضل فترة بسيطة وانشاءال. والمشكلة انه ما بينباع يعني ما حد ما بينزل بالسوق مثلا ولا شي. فكان لازم انه نعمل التحدي. وكان نفعني كان شبك مع وما جيلسون مارتينز لانه دوري فرنسي. لكن للأسف انه ما حسنت ان يعمل التحدي تبعه. فالمفروض انه كمان يعني يرجعوا ينزلوا تحديات جديدة لبعض اللاعبين. لانه نازل لديخية تحدي بالكريسماس وايضا لا اللي هو هذا. فديخية ما لي عمفكر ان يعمله. بكل بساطة لانه الدفاعي يعتبر من الدوري الاسباني. فما رح يساعدني دخية. واصلا عندي ترشتيق اللي ما لي عمفكر ابدا اني غيره بالوقت الحالي. لكن والله اني محتار قاعدة نفكر شو ممكن ساوي. ما خطر على بالي شي يا جماعة. يعني منشكلة اغلب اللاعب اللي عندي ما بتنبع. فاذا بدي شي اللاعب. رح بكون يعني انه لازم مشكلة رح يكون بصراحة. يعني شوفوا خط هجومي كامل ما بينبع مع 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 الدفاع مع عدا سميد هو الوحيد اللي بينبع بكل التشكيل. العشر عناصر ربعين كلهم ما بينبعوك. شوفوا طبعا وصلت ايضا للليفل الثامن هون. عادة اللعب. يعني اليوم شوي قبل ما بلش تصوير. وجبت زيدان الاعارة. وهي الباكيجات كلها. للأسف فتحتها وما طلع لشي. مشان ما تفكروا انه والله حظي خارق لدرجة. انا بفتح كتير ومشان هيك ممكن احيانا يجيني لعب جيد. فوينو زيدان يا حبيبي. طلع لي لنسخة الاعارة يا جماعة سبع مباريات. يعني بصراحة خمسة جمهارات خمسة قدم ضعيفة. لاعب رح يكون جدا خارق الفت. رح قل له مع السلامة للاسبوع. تمام? يعني ما. والله ما بعرف. بتشوفوا زيدان بنص هيك والله بيكون خرافي. لكن بدي اضطر استغناء عن جريزمان. فحاليا رح خلي. انا بصراحة ما لي حابب اتصرف بالكوينز لحد ما اخذ اقتراحات. تمام? انه ازا اتصرفت فيهم وجبت هيك لعيبة ما عجبوني. فعليا رح ادايا. آآ معنا اثمامية الف. بدنا نجيب فيه. او تسامية الف تقدروا تقولوا تقريبا. بدنا نجيب فيه اللاعبين. فما لي عارفان آآ شو اللاعب اللي لازم نجيبهم. فرح اللعب شوية فوت شامبيون هيك. يعني نجرب هيك التشكيلة هي الحالية. ونشوف شو ممكن انه ساوي. يا حبيبي. تشكيلته اغلبة زرقة. عنده جريزمان دفاعه حلو بصراحة. وآآ خطوة سلطة جيد كمان. روح 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 جلسة. كمال 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 كمال. يو اللو. كان فيني يتصرف فيها يعني شو ده بالزاوية التانية مسلا كانت بتجي. لو كان الحارس موجود بالزاوية التانية. الله يا. شوف شوف شوف. والله لو لانه المدافع بس ممتاز. كان روح فيها جريزمان. ها. ها. ركزوا 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 ارجوكن. يلا فيا. الله عليك. هو اخيرا هدف هجمات 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 وضغط واخر شي ما لعباري فسجل حتى. شوط اول شايف انه جيد. لكن بصراحة كان نازمنا هدف تاني يعني. او نحاول. والله دقت البساطة ان الخصم 94 بالمية. جدا حلو. اخلي فيا بالكام. وهو جريزمان بالاستي. اول خمسة واربعين دقيقة كانت جيدة على الاقل تقدر تقول انه قدم اداء مرضيم ويمكن ان يقدم ما هو ابطل في شوط المباراة الثاني. سجل هدف مهل جدا قبل النهاية. وخطف التقدم في نهاية هدف. جريزمان. يا وحشة جريزمان. هي 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 بيبدع كمان. جونزالو جويتس. ممكن نسكر العرضية خطيرة. ديفيد فيا. اخي. اوه. اوه. تغيير لحبة على الطرف والاحتمال على الطرف. الله يا جريزمان. وحش. هذا لسه هيك. انا تشكيلتي لسماء لثمائمائة الف ولا تسعمائة الف ما استخدمتن. ما بالك لما نستخدمون لسه ويكون هيك عندنا عناصرين سحب الخصم. والله نصير تشكيلتنا نار في الوقتها. هدف فين لجريزمان وهدف لديف بيا. لما قلبت جريزمان على الاستي سجلي هدفين وهي الاحصائيات واضح قدامكم. سبعين بالمئة استحواز. طبعا حاليا الريكورد يعتبر ثلاثة واحد. ثلاثة فوز وخسارة. اخسر في دقيقة تسعين وقتها والله انه حرام يعني اخسر كامل. بس يلا. في مهمة خلصناها هون. بعرف شو هي. روح المشاركة. اه بقي لي 40 اكس بي. وباخد اللي هو الفوتماس ديلف. بسم الله الله يسطر شكلة قوية. انا حاسس قلبي انه قوية. زيدان الاعارة هو عاد عمي لعبه لا اله الا الله. انا ما أبعرف مخلي لحد ما قوي تشكيلتي هيك يصير عندي هجوم خارق وخط وسط حلو بس. حضراتكم تشكيلة الفريق اللي رح يخوض فيه هذه البرات. الفريق رح يعتمد على طريق الارب. هكشوكي كريزمان تصرف. يا الله. عرضيه عن القائم البعيد. هدى فليب تتاحي. طيعة حطيت فيزيكا ولوكاس مورا طلع من فوق المدافع سجل. مع ان الرئيسيات هالسنة بتعتبر ضايعة. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي. سيسك فابريكات. كنا بتحود من كريزمان. حكم يعطي الأفضلية هنا. حط واحدة. الله يا ديفيد يا فيا. حلو 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 خليك هيك خليك هيك. ديكو كارلوس. ياهو بعد يا كريزمان منوشي. فابريكات أرجوك بدي باصمت للناس بدي باصمت للناس. بدي فيا. يعني شايف سيناريو الهدف الأول عم يرجعي نعاد. هذا زيدان هذا زيدان. يا فردناند يا غبي غبطت فيك ودخلي. كيف يوزع الله في أرضية الملحب. ريو فردناند. تمرير بعد الأخرى وفي كل مرة. اتقام شديد جدا. كوربينية جميل. يا وحش يا فيا يا وحش. الله عليك التعادل. لازم نركز أنا ما بطلق أهداف عادة بها السهولة. فلازم. يعني أنا بسجل بس ما لازم نتلقى. وحش والله الهدف. روح. روح. حلو الكوربينية خلف المدافعين. مارتينيز. 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 يلا. يلا. يا الله على العرض يا جماعة مضيع كتير. يال شوت أول اثنين اثنين. بس بدي ألقي نظرة هيق على عدد الهجمات. كان عارف أنا شو وضع مستوي. لا حول. أوه ستة وتسعين بالمئة دقة تمريراتي. هو من ثلاثة تزديدات سجل هدفين. أنت بوأ لكريتمال كله بين الجميل من كريتمال. يلا. من ثلاثة مستيطرت من الثامج الحقيقين لتسجيعهم بنتيجة الفائز. كل على الطرف البحث عن كلة عرضية. سيسك فابريقاس ببكورديولا. يلا. هل شو حرة ضعفية مع هيك خصم؟ اشوف الاحصائيات احنا ما جاب قول وفاز كمان والله يا اخي حاجة تتألو بيخلص الشوت الاضافي الاول ما لازم نخسر ما لازم نخسر عم بهجم بس وضيع هاي كل اللي عم بعمله هجوم وتضيع يا الله لو لو وصلت 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 روح 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 الله يس الله يا كيك اوف ما بتتوقف لا حول ولا قوة الا بالله يا حكم ما حسب لي حتى فول لا عليه والله ركلة ونفت غفاظ الهدوء مطلوب قبل التسديد. يس. في المرمى في المرمى مسجلا براكات الترجيح كرة اخيرة للفريق اما ان يستجلها الله على التنفيذ الكرة في المرمى والتنفيذ مميز لراكات الترجيح. يالسلام عليك يا جريزمان بيجي الفوز الحمد لا بالانتيات. يعني ما بعرف شو صار. يا الله والله بتداق انا من المباريات حرفيا بيترفع ضغطي. حد مبارايتين ورا بعض وبعدين خلاص. شوف الاحصائيات شوف تخيل يفوز كمان بيجيب اهداف كيك اوف وما بعرف شلوم تيجي معا. لكن الحمد لفزنا بالنهاية. الريكورد هيك اربعة واحد يعني سبحان الله كان مفروض يكون خمسة صفور بس انه يلا جيد. ففي عندي بس هي المهمة بدي عملها بصراحة بيقول سكور طور هذا اللي بتفوت وبيعطيك ثلاث لعبة من الخصم وبياخذ منك ثلاث لعبة فهذا طور جيد بصراحة فراح نعمل هيك لأنه على القلب يلعب فيها يعني برواءان تمام ما بعصك أنا اللي لحد الآن ما فهمته ليش بهذا الطور ما بيطلعوا لك تشكيلة الخصم اللي هي المباريات الودية أنا بدي يشوف تشكيلة الخصم ما بتطلع لك تشكيلة ليش ما بعرف هل هو مشكلة منهم ولا هن قاصدنا وعطوني بيرلو وتريزيغي وفاران وعطوه فردنان يا حبيبي اوكي تريزيغي والله بنجرب وهو بيرلو يا جماعة ممتاز بيا لا تقدر فيني أنا يعني حبيبك هم بتخربط بين لعيبتي ولعيبة الخصم ما عم بعرف عم بلعب باص يطلع عم بلعبوا للخصم اوه انا عندي باران طاليا نشوف باران نشبي بتلا لا اوكي طي الله قويتش تعال 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 لا نستيعدي الحق بقويتش يا سلام عليك وحش وحش الهدف بيهدفين بيحسب بلعبين اللي يتبدلوا او العكس نسحب الخصم شكرا 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 انا بدي هتنسحب من اول ما سجلت الهدف بشكل عام بيطلعنا هلا باكيج هيك ان شاء الله بركي بيجينا شي انا متفاعل بحظي ايوه خلصنا المهمة يلا بسم الله ما بينبع طبعا الباك وووو كل هالمعانات مشان هيك يلا عادي انا مسامحكم لانا عطيتوني صلاح طيب هاتوا سميدوا مشان بيع لعندي مفاعل رح اعمل تحدي تبع الزائد 80 نشوف حظي فيه مع اني انا بعرف حظي مسبقا بس يعني طيب عملت التحدي دفعت عليها أدوب بس 2000 كوينز وأغلب اللعيبة كانت عندي من أول يا عربي جيني شي تخيل والله يعني أنا شوفوا هذا الحكم الأخير على هذا البكيج تمام زائد 80 لنشوف بسم الله يا عربي لوكاس مورا والله هي حلو أنا عندي طبعا كان ما بينباع وحطيته بتحدي فرجع طليلي هلأ تمام هو أدي سعره بالسوق يعني هنا بالنهاية يعطوني لعب 83 تمام مشان يكون بالبال بس لوكاس مورا جيد بشكل عام ما رح أتصرف بالكوينز وما رح طول الحلقة زيادة لأنه بصراحة أنا بدي إذا بدي لعب فوتشامير رح حصي بزيادة فيعني شايف أنه حاليا أنا مأدي أداء جيد نوعا ما ولسه رح نطور التشكيلة فرح بتصير خرافية جدا 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 فكتبوا الاقتراحاتكم لتطوير التشكيلة تحت بالتعليقات رح استنى اليوم تحديات الكريسماس اللي رح ينزلوه أو تحديات الفوتماس فنشر المقطع بيكل مكان يا جماعة والله المقطع بيستهل نشر نوصل فوق العشرين ألف لايك الوحة ياريت أنك تضغط على لايك لعيون أبو مكة محمد صلاح يعني وتعبوني على إنستجرام الرابط بالدسكريبشن فبس هذا اللي كان عندي اليوم بأمان الله اشتركوا في القناة